طيب بكرة الاهل ان شاء الله يستأنف تدريباته بعد ما رجع الفريق من أثيوبيا وتأهل والحمد لله إلى دور المجموعات خسر صحيح واحد صفر لكن كان كسبان اثنين صفر وبالتالي بنتيجة المباراتين دخل الاهل إلى دور المجموعات في دور الأبطال وبداية حلم جديد ان شاء الله نتمنى أن تكون التالتة تابتة بإذن الله خلي بالك الناس يعني مش مصوطة من المباراة وأنا معاها يعني لكن هو مطشاط الاثنين وتلاتين دي بعتبرها أخطر طول عمر قولك أخطر مباراة لأن هي هي المفتاح اللي يوصلك لدور المجموعات وتمالي بتبقى رزلة صحيح الكابتن محمد يوسف المدير الفني قال إن احنا خلاص أفلنا الصفحة بتاعة أفريقيا وكل تركيزنا دلوقتي في مؤجلات الدوري عندنا يوم الجمعة القرعة بتاعة الدوري أبطال أفريقيا عشان نشوف المجموعة اللي هنوع فيها في دور الستاشر لكن من جنوبه بيأكد على دخول الفريق في استعدادات جادة جدا لمباراة الداخلية اللي هتكون السبت اللي جاي إن شاء الله في مؤجلات الدوري في فحص طب الإسلام محارب اللي كان أصيب في مباراة أثيوبيا بشد في عضلة السمانة اللي الجهاز الطبي بيطمئن عليه لكن كمان بيدخل ضمن الاستعدادات في هذه الفترة وليد سليمان الحاوي اللي غاب عن المباراة الأفريقية واللي بيحتفل حقيقة بفوزه بجائزة أحسن لعب في مصر في مسابق ديرجست لعام 2018 وليد بيقول لجماهير الأهلي لو لنتوا ما كنتش هنا ده عرفانا منه بجمهور الأهلي ودور جمهور الأهلي في دعمه ومسندته وحيا وليد سليمان في كل الاستفتاءات والمسابقات والكل الاستفتاءات اللي هتتعامل السنة دي مؤكد هي لوكون له دور كبير جدا في فوزه بإحسن لعب في مصر اشتركوا في القناة